الاهل تخطى الحدود الصعبة وبيستعد بقوة وجدية لمباراة الإسماعيل ليوم الخميس حسام عشور كابتن الاهل انتظم في مران الفريق النهاردة في ملعب مختار التيتش وكان غاب عن المران الجماعي الأخير للإجهاد ريني فيلر عمل تأسيمة قوية بين لعب الفرقة في ختام المران اكتفى عمر بدر لعب فريق الشباب اللي تم تصعيده للفريق الأول بتدريبات بدنية وإطمأن ريني فيلر على كل الحالة بتاعة اللعبة اللي موجودة ياسر إبراهيم قلب الدفاع بيقدي تدريبات في الجيم اللي تأجيزه للمرحلة اللي جاية إن شاء الله كان خرج من مران السبت بسبب ألام عضلية وريني فيلر عقد جلسة خاصة مع محمود متولي قلب الدفاع للعقد من الإصابة وانتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافية ريني فيلر حيات باصص دايماً وأبداً على فرق الناشئين باستمرار عينه عليهم فريق الشباب موليد 99 حافوز مهم عايزين نتوقف عند الخبر ده ريني فيلر عينه على فريق الشباب يعني إذا استطعنا وإذا تحقق أن ريني فيلر حيحط عينه على فريق الشباب وكما قيل إنه فيه تفكير أن يتم توحيد أسلوب اللعب ده مهم جد لإعداد إن اللعيبة لما تطلع أولاً جزء كبير من الإصابات يا أستاذ إبراهيم اللعيب لما بيطلع من قطاع الناشئين أو حتى يجيلك من نادي برا الجرعات التدريبية مختلفة والتكتيكية مختلفة التكلفات التكتيكية مرهقة إنك تضغط وتعمل فده إن كانش اللعب طالع متأسس صح تكتيكياً وبدنياً ممكن يبقى مش بياخد وقته بيتعور بسرعة من زمان ده حلمنا يعني كل مدرب بييجي بكنا بنديله في العقد بتاعه إنه مسؤول عن الفرقة اللي تحت اللي تالية 21 أو 19 اللي هي اللي تالية فما بالك بقى لو كان بيحطط عينه على القطاع كله فجيسي كان بيعملها بمبادرات شخصية كان يطلع لك ساعات ببعض اللعبة ببعض اللعبة أهمهم طبعاً وأبرزهم حسام عشور فيلر النهاردة لو عمل هذا وطور من الفكر التكتيكي والإعداد البدني لقطاع الناشئين أكبر مكسب لأن فريق كمان الشباب موالي 99 زي ما قلتلكم فاز على حرص الحدود 2-1 بيتصدر المسابعة دور الجمهورية بدون هزيمة عنده 41 نقطة فاز على حرص الحدود 2-1 ضمن الجولة السبعتاشر والأخيرة في الدور الأول الإسماعيل تعادل مع بيرامتز واحد واحد الفريق التسع في صدارة دور الشباب عشان يكون خمس نقاط لصالح الأهل الأهل عنده 41 نقطة بعد ما فاز في 12 مباراة وتعادل في خمس مباراة وسجل 41 هدف مقابل 14 هدف داخل ومرباة حرص المرمى أحمد عبدالزاهر بتاع الأهلي آه مش بتاع مش الكابتن آه آه المدافع المدافع وكان مدافع وفي نفس المكان لا أحمد عبدالزاهر التاني فروت آه عبدالزاهر السق آه ومحمد حسن مخطط الأحمال البدنية ده فريق الشباب المتصدر واللي نتائجه إن شاء الله تسعد كل الأهلوية وزيما المهانس عادل أشار الجزئة المهمة جدا الربط بين فريق عشرين ولو فريق 18 يبقى كويس قوي لأنه هم دول الإمداد المباشر وهو ده التطوير آه هو ده اللي هيطلع لك أنت عربي بادل في فريق 18 وفي بعض العناصر في 18 وفي 20 بيستعام بيهم أولا بأول لكن نتائج الأهل الحقيقة وانتصاراته بتسعد كل عشاقه وكل آه جامهيره